ما عدنا تشذب عليك ما عدنا عدنا تعبانين شوية أمورنا تعبانة بالإيجار شارتنا تعبانة موسيقى إلى لوكيش آخر وتحديدا كربلاء المقدسة عائلة يعني أحكم عليها الفقر والمرض قبرته لديهم طفلة مصابة بشلل وضمور في الدماء علاجها مكلف جدا خارج العراق وضعهم المادي صعب لا يسمح لهم بعلاج هذه الطفلة بغير وعي وهم لا يفهمون بالقانون إلا أنهم تحدثوا إلى مراسلنا من كربلاء أنه يريدون يبيعون هذه الطفلة الناس على نيتهم ولكن طبعا هو القانون قانون لكن من وصلوا إلى حالة هذه الطفلة ما ديقدرون يداوها وبنفس الوقت مقادرين يوفرونها حتى أبسط المستلزمات فتحدثوا أنه من جوعهم أنه يريدون أن يبيعها للطفلة طبعا إحنا أخذنا الموضوع من هذا الباب ولازم نسمعهم شي يقولون ورح نتحدث أيضا مع استاذ طارق حرب في هذا الموضوع والجانب القانوني والجانب الاجتماعي إذن مراسلنا وليد الصالحي من كربلاء المقدسة زار هذه العائلة وتحدث معهم مرحبا موازن طبعا قصتنا اليوم من كربلاء قصة غريبة وفريدة اليوم طفلة تعاني من أمراض أده تبلغ من العمر عشر سنوات أمها وأبوها قرروا يبيعوها للطفلة ليش يبيعوها ما عدهم الإجور أو لأموال يعالجوها بيها نفسيتهم وصلت أن يبيعوها يعني تعبت نفسيتهم منها وقرروا يبيعوها للطفلة فراح أخلي والدتها ووالدها يشرحون قصتهم وشبيها الطفلة وليش يردون يبيعون طفلة السلام عليكم السلام أعجي لي قصتكم شنو بعد ما سمعنا وجيناكم وبرنامج لوكيش والله استعد معدنا ومريضة ومنضررين وقاعدين هاي شوفها أنا قاعدين بالشاريع وتعبانة ومريضة حتى دكتور ما عدنا نوديها وأي شي ما عدنا يعني نطلب والكين مساعدة أحد يساعدنا أحد يدير بالا علينا وغاي شوفهم وضعنا أنتم يعني وصلتوا مرحلة أنه قررت تتبيعوها للطفلة والله دكتور وصلنا مرحلة حتى يعني نبيحة يعني ملينا بعد ما عدنا عجزنا يعني من هذا الموضوع عجزنا وإحنا ما عدنا ما نتمكن لا دكتور لا شيء ما نتمكن عليها بعد تعبنا مستردين بل كي مساعدة أحد يساعدنا يدير بالا علينا يعالج الطفلة يعني يعالجها يعني نريد هذا الموضوع بل كي ناس أهل الخير طيب صمعتكم متحشون تقولون حتى لو واحد يقدر يعالجها ويأخذها للطفلة أنتوا ما قادرين دكتور ما نقدر إحنا بعد أستاذ ما نقدر يعني حتى لو يريد مثل أحد يقدر يأخذها ويعالجها ويداريها يعني إحنا بعد ما نقدر تعبنا إن هذا الموضوع تعبنا بعد أبو آيات كاميرا أو عدسة لوكيشن أمامك يعني شيء تحب تقول بعدما وصلتوا مرحلة أنه تبيعون الطفلة آيات بعمر عشر سنوات المرحلة نبيعها ما عدنا تشذب عليك ما عدنا تعبانيني شوية أمورنا تعبانا بالإيجار شارتنا تعبانا ما عدنا يعني يعني بساطة نطيها للناس التعالج تعبانين ما عدنا إن عالم الإيجار بيت ما عدنا سكن ما عدنا طيب أنت حشيت يعني الناس قلتوا مريد يبيع الطفلة أكو حد يجاك عليها والله أكو ناس يعني قلوا أمورنا الظن عزيز ما يصير هد شيء الصبر حلو شوية دير بالك الله مفاتيح الفرج شوية دير بالك على نفسه قلتوا معمي مليت تعبيت ما عندي آني بعد أبو الإيجارة بصفحة أبو المولد بصفحة شاركنا تعبان أحياني بن عمي أنتوا قاعدين بالشارع بالشارع يعني حتى قطعة أرض ما عدنا يعني بيت ما عدنا يعني تترحم علينا الناس أي شارك أبو آيات والله أنا سأقدم لك هاي شوية علاجة لبنية من الخيرين من الطيبين يعني مثلا حصلنا قطعة أرض يعني حتى لغرفة صغيرة ونقعد بها نسكن أنا وجهالي طفلة أي الطفلة الطفلة يعني تكتور يعني العلاج لها مساعدة عندها تلف الدماغ تلف الدماغ أي يعني قال الله وديها الخارج الخارج يكلف أربع شدات من الجقد عنا ما عدنا يعني حاتنا تعبانة حال تعبانين ما عدنا ما حد يجاكم مساعدكم ما حد عرب شاركوا والله الناص يعلموا عارف المثل شروائكم يجوا وما عارفنا ما يجينا ما حشاعدنا أمايات عندي شي تقولي والله بعشا قلك استاذ اتوال شوفونا احنا نطالب الخيرين الناس اللي الله ممكنها ما عندي شي يعني أسوي لها لا أقدر أعالجها ولا أقدر يعني بعد بعناته يعني معاناتها كلها متعبتنا وأبوها قاعد كل شي ما عندها لا شغل لا عمل ويشوف قاعدين بالشارع نعم مازن يعني مثل ما شاهدت أنه آيات عمر عشر سنوات أمها وابوها قرروا أن يبيعوها بسبب مرضها بسبب أنه هي عادة خلل بالدماغ أو تعاني من شلل رباعي أيضا بالإضافة إلى النطق ما أكون نهائي كل هذا يعني من الولادة يعني مثل ما شاهدت هاي القصة أمامك حقيقة يعني لا أستطيع التعبير عن ما استمعت أو شاهدت شكرا